أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لرئاسة أوغندا لقمة دول عدم الانحياز معربا عن فقته في حكمة وقدرة الجانب الأوغندي على الاطلاع بتلك المسؤولية وفي لقاء مع نظيره الأوغندي جي جي أودونغو على هامش قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبلا صرح استفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي الوزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق لأبرز القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في السودان حيث تبدل الجانبان الرؤاحية لسبل حل الأزمة وجهودهما في هذا الصدد